غادة عبد الرازي أحلف على المصحف إنه عمري 51 سنة ويتجوزت 12 راجل حد عنده اعتراض الفنانة غادة عبد الرازي أثبتت إنها صاحبة دم خفيف وبنت بلد دايما تقولي الحق أقوله ولو على رقابتي سني كسرت الخمسين ويتجوزت 12 راجل قائلة ولسه في الرمأ أنا جمدة على هامش تكريم لها قبل أيام ما طلبت الفنانة غادة عبد الرازي مصحفا لتقسم عليه أن عمرها الآن 50 عاما فقط وإنها بلغت العام 51 في شهر يوليو الماضي 2021 وأكدت أنها مجبرة على إظهار بطاقة الرقم القومي الرسمية قريبا للحصول على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا ومدوم بها عمرها وفقا للوثائق الرسمية ومن غير المعقول أن تذهب ببطاقة مزورة وأضافت غادة في تصريحات نقلها برنامج The Saider من ندوة أن أوقتت مؤخرة لتكريم غادة عن مجمل أعمالها الفنية أنا بقول الحقيقة أجدب ليه وخب عمري ليه مش عارفة للناس مش رضية سد إن عمري 50 سنة بس هو بين علي إنك برتأوي كده وأثرت الممثلة المصرية غادة عبد الرازي الجدل بإعلانها أنها تزوجت من 12 راجل وتفكر بالارتباط بالزوج رقم 13 برغم كل العلاقات الفاشلة التي مرت بها خلال حياتها لم تحظى كل زيجات غادة بالاهتمام نفسه من قبل وسيل الإعلام فالبعض منها حصل بشكل سريع وسري وأخرى أثرت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي تزوجت غادة عبد الرازي لأول مرة عندما كانت صغيرة وحينها لم تكن تبلغ من العمر سوى 17 عاما وكان الزوج وقتها رجل الأعمال السعودي عادل القزاز وأنجبت منه ابنتها الوحيدة روتانا زيجتها هذه هي الأطول في كل حياتها استمرت 7 سنوات قبل أن ينفصل وفي لقاء تلفزيوني عام 2019 كشفت أن زوجها عادل هو الوحيد التي يمكن أن تقول إنها خسرته وندمت لطلاقها أولا لأنه والد روتانا وثانيا لأنه رجل محترم حافظت غادة عبد الرازي على علاقة جيدة مع عادل على عكس الرجال الذين ارتبطت بهم بعده زواج غادة عبد الرازي الثاني كامن رجل أعمال من بورسعيد هذا الزواج بالذات لم يستمر طويلا بسبب فارق العمر الكبير بينهما وعلقت غادة على هذا الزواج في إحدى المقابلات التلفزيونية قائلة كان كبير في السن زي بابا ولما فصلت عنه والدكتور قال لي أنت كنت شايف فيه صورة باباكي وهو فعلا كان شبه جدا هذه الزيجة لم تسبب مشاكل كثيرة لها خصوصا أن زوجها لم يكن من الوسط ولم يكن معروفا حتى في عام 2001 زوجت غادة من المحام حلم سرحان وزواجهما لم يكمل السنة وانفصل في عام 2002 بالسبب الغيرة الزيجة الرابعة كانت من المنتج وليد التبعي وبدأت العلاقة بزواج عرفي قبل أن يتحول إلى رسمي أنتج وليد لغادة عبد الرازي في المي أزمة شرف وتسعين دقيقة وانفصل ثم عاد لبعضهما أكثر من مرة قبل أن يتم الطلاق للمرة الثالثة ونهائيا عام 2009 زوج غادة عبد الرازي الخامس كان من الصحفي محمد فودة الذي عمل سكرتيرا خاصا لفاروق حسني وزير الثقافة المصرية السابق علاقة غادة بفودة بدأت قبل سنوات كثيرة وكان صديقين لفترة 18 سنة قبل زواجهما وتحدثت في أكثر من مقابلة عن حبها الشديد لفودة إلى أنها أعلنت لاحقا أنه خانها فوقع الطلاق الأول بينهما في نوفمبر عام 2012 ثم عاد لبعضهما وانفصل في عام 2015 في عام 2017 انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن زواجها من المنتج الفني محمد سعيد لأن غادة عبد الرازق وقتها نفت الموضوع وكشفت أنها سوف تتزوج من رجل أعمال مصري رافضتنا الكشف عن هوية الزوج ثم تزوجت من هيثم زنيتا مدير تصوير مسلسلها سلطنت المعز الذي عرض في رمضان عام 2020 ولم يستمر طويلا عقب ذلك التاريخ كشفت غادة عبد الرازق خلال مقابلة تلفزيونية عن تفاصيل أخرى لحياتها الشخصية وحكت أنها تزوجت أكثر من عشر مرات ثم عادت وقالت لا أتذكر بالتحديد عشرة أم حداشر بالتأكيد هم اتناشر هكذا قالت وتابعت تزوجت أربع أو خمس مرات قبل مسلسل الزهرة وأزواجها الخمسة واستكملت بعد المسلسل تزوجت الباقي لكن الآن مهتم بابناتي روتانا وأحفادي قائلة ربما أتزوج مرة أخرى لو قبلت الإنسان الذي يحبني لشخصي وليس كفنانة مشهورة اشتركوا في القناة